ويه بمناسبة الحدث ده قرر حارس مرمى منتخب الكويت السابق وده حدث برضو ايه ملفت شوية للانظار يا حضرات قرر عبدالرد عباس انه يسافر من دولة الكويت متوجها الى البصرة مشيا على الاقدام دعما لبطولة خليجي 25 قال ايه بقى قال انه يعني قطع على نفسه وعد من سنة 2012 تمام انه في حال اذا تمت اقامة بطولة كأس الخليج في البصرة سوف يأتي اليها سيرا على الاقدام وقال انه حان موعد الوفاء بهذا الوعد طبعا يعني مفترض انه حيتحرك من الكويت يوم 3 يناير ان شاء الله ويتوجه الى المنفذ الحدودي ويدخل العراق سيرا على الاقدام وقال كمان انه بيسعى من خلال هذا العمل انه يوصل رسالة رياضية الى العالم كله مش مجرد الى منطقة الخليج للعالم كله يجسد فيها حب العراق والشعب العراقي الكريم اللي بيعشق الرياضة ويعني وبيتنفس كرة قدم ونستسكر سويا تاريخ هذا البلد وحضرته ونبلاءه وفرسانه وانه قادر على انه يعني يقوم بلم الشمل مرة اخرى واحتضان الاشقاء من خلال اقامة البطولات والمحافل الدولية الكبرى ويقال كمان انه بطولة خليجي 25 هي في حد ذاتها دليل على ان العراق امن والبصرة امنة وسوف تكون هذه النسخة مميزة ويتواجد الجميع فيها وتتضافر الجهود اللي تمكنت من حسن الاعداد لهذا الحدث الكبير في وقت يكاد يكون قياسي